طب احنا عايزين نتواصل مع الاخر بشكل رحيم ازاي اعرف اتواصل اول حاجة بلاش اقوله انت عصبي انت غضبان لكن اقولها في شكل ملاحظة observation يعني اقوله ايه انا ملاحظة النهاردة انت تعبان او شكلك ما نمتش كويس في حاجة موتراك انا ملاحظة انا ملاحظة دي يعني انا حس بيك انا شايفيك زي ما قلت الاول احتياج اساسي الله بيخلقنا بي ان انا اكون متشاف وان انا اكون مسموع عشان كده ربنا قال انا عيني عليك عشان ده احتياج فانا ملاحظة يعني انا شايفة فيك بدل ما اروح اقوله انت مالك عصبي كده انت مالك عمال بتغلط النهاردة لا انا ملاحظة ان انت تعبان مرهق النهاردة في حاجة تعباك تحب تحكيلي على ايه اللي حصل تاني حاجة لما بروح اتواصل مع اللي قدامي لو هو عمل موقف دايقني انا بحكي معي على مستويين مستوى المشاعر ومستوى الاحتياج انا من التصرف اللي هو عمله انا حسيت مثلا هدي مثلا انا بتواصل مع ابني بعدما انا مثلا روقت البيت وزبطت الدنيا لكن هو دخل وفتح الدولاب وبهدله ودخل بالشوز بتاعه فبهدل الارضية فانا عايزة اتواصل معي ما روحش اقوله انت ما بتحسش انت بواصت الدنيا بعدما عملتها عمرك ما بتحس بالتعب بتاعي لأ انا هنا عايزة اقول ملاحظة ان انا انا شايفاك مستعجل قوي انا شايفاك قلقان شوية عشان كده دخلت بسرعة وما خدتش بالك من انت دخلت بالشوز ايه فيه ايه طميني عليك وبعدين اقول مش عاره انا غضبت صراحة لان انا تعبت قوي في الترتيب ده انا غضبت وحسيت بالقهر كده لان الحاجة اللي انا عتردت فيها ساعتين تلاتة بازت بلاش اقوله انت بواصتها لي انا حسيت ان انا غضبت او اتضيقت ان انا الحاجة اللي انا تعبت فيها طب انا احتياجي كان كان احتياجي ان انا اتقدر ان انا تعب يتقدر وان انا كمان ارتاح من الحاجات اللي انا عملتها دي تعبت فيها فانا محتاجة ارتاح هو بعد ما بواصل الدنيا انا هتعب تاني فانا لما هروح عبر عبر عن احتياجي انا كنت محتاجة اتقدر على التعب اللي انا تعبت وانا كنت محتاجة ان انا ارتاح لان انا ده كان احتياجي انا شاورت على نفسي كل ده بقول انا غضبت انا حسيت بالقهر انا حسيت ان بالحزن اي المشاعر مش حكاية المواقف ده انا حسيت بكذا انا كنت محتاج ارتاح انا كنت محتاج اتقدر انا كنت محتاج اهتمام فهنا انا بشاور على نفسي غير لما جيت اواصل مع الدمي اقوله انت انت ما بتحسش انت مش قادر تقدرني انت مش قادر تحبني لكن بقول انا دي اسمها طلقة تريجور انا بطلق عليه النار فهو بالتالي مش هيتواصل معايا بالعكس ممكن يعني اه هو ده بقى وان كان عجبك هيتواصل بشكل فيه عنف احنا بندور ان احنا نتواصل بشكل رحيم ربنا لما جيه تواصل مع السامرية ومع الابرس ومع اي حد مجاش لمهم مجاش دنهم مجاش حكم عليهم لكن سمحهم وده اللي عمل تغيير ده اداهم احتياجهم السامرية كانت محتاجة تتقدر كانت محتاجة تحس بالاحترام ان في حد بيحترمها اداها احتياجها بالرغم ان هي اتكلمت معايا بشكل ممكن يكون فضل اول لكن هو احتملها واحترمها وقدرها عشان كده هي حصل تغيير في حياتها ادرت بدل ما كانت مكسوفة من الناس طلعت تكلم الناس لانها حصل فيها شفا تغيير قد ايه التواصل الرحيم اللي فيه ان انا بحس بيك وبسمع اللي ورا مشاعرك حاجة بنسميها الزكاء الوجداني احنا يمكن ازكية في الرياضة في الماس حاجات كتير لكن الزكاء الوجداني هو ان انا احاول ان انا حط نفسي مكانه لقدامي وحس بمشاعره وحس بايه الافكار اللي هو بيفكر فيها وتواصل معاه على عمق كيانه ايه اللي جواه اللي هو مش بيقدر يقوله وحاول عبر عن نفسي بمشاعري والاحظ قدي ملحوظات لقدامي مش احكم عليه ده بيدي جو من السلام جو من الحب ده المحنا بنبقى فرين من البيت مش عايزين نقعد مش عايزين نتكلم مع حد لا انا بحب اتكلم معاك لان الله خلقنا انسان علاقاتي بعرف اتواصل مع الناس ربنا قال كده ليس جيدا ان يكون ادم وحده اخلق له معين نظير ربنا عايز حد معايا عشان احنا مع بعض بنبني بعض بنسنت بعض بنرفع بعض بنشجع بعض احنا بنغزي بعض بننمو في علاقات شافية هي دي التواصل الشافي ترجمة نانسي قنقر